السلام عليكم اخواتي كديري اللبس عليكم أتمنى تكون على خير وبخير فصحة جيدة ان شاء الله غضي نخيط معكم هذا الروبة ولا هاد الفوستان غني فصلتوا معكم اشتروا الطريقة الفصالة هنا غضي ان شاء الله نبدأ الطريقة الخياطة هنا اول حاجة بديت بها كن منطي الكتاف كما الشهده والتوب التاني اللي غيكون عندي من الفوق هاد الفوستان هاد راكي تكون من طبقتين طبقة اللولا التوب التحتاني هو التوب سامبل هو الخضر اللي فصلت معكم وهذا اللي مزوق في الالوان غيكون هو الفوقاني راني فصلتوا بنفس الطريقة اللي فصلت بها الخضر بنفس القياسات نفس الطريقة هنا راكيتهم وانطيت لهم الكتاف من اللوالة الكتاف ديال الخضر وكتاف الاخرين وكمشتوا هنا درت واحد على واحد درت الوجه عند الوجه وكان نحل ذاك الخياطة ديال الكتاف كان نحلها وندير ببانقة من فهذا الخياطة وببانقة من جيال اخرى اكل الخياطة عندي عند الخياطة كان قد هنا يا ضروري ما نقد مش يجيوني من تقادل التوب هذا را خفيف توب ديال موسلين ضروري خصو يكون عنده تبطين من اللوالة تحت لحقا شكيبيا سوف ندرس بالخياطة كما الشتورة ضروري كنديرو لوجه عند الوجه باش مين قلبوك يجي ننفيني سوف نشد صانتي بديالي الخياطة وننظر مع ذاك الدورة ديال الرقابة كاملة كنشد من اللوالة تحت ونظر كامشي وانا كان قد قد نقدهم جوج هذا التوب الخضر مع التوب الفقاني دي الدورة ديال الرقابة ديال الخلف سيكا ندر معها عادي يمكننا هادي يديري متحتو توب ديال ساتان ديال الحرير داك الرقابة ديكي يكون نازل تاو يمكنكم تديروهم ديال تحت ديمولاتو خضات ها التوب هادا اسميتو موسلين وقيلة يبدرت جوج ديال الالوان كيتبعو هاك كيتما شو كيتديرو اللون سامبل ولون مزوّق كيتدير جلالة ولا كيتدير كساوي صافيك المشتورة كندير كرانات في داك الدورة دا الرقابة باش كي يجيني ضاير وكنولي ندير البانقة تعاود ميكا نقلب باش غندوز الخياطة الثانية كنحاول نقدك الخياطة جيني غلوسط كي مشتورة كي يجيني مكا روازع لها تشكل هادا تمام لها كتافرها ما عندي مخيطين وكنلاقي وكي يجيني مكا روازع لها الطريقة هادي علها تشكل هنا رغندوز الخياطة الثانية باش يشد دلياتو كندوز عبارة سبات نضر معها كامل هادا الربا هادي راها سهلة ممكن تجيزوين نفس الطيف تبهها خفيف ونازل تبهها خفيف ونازل تبهها خفيف ونازل تبهها خفيف ونازل ما يفهم طايا صغيرة يمكن أن يدير لها كثير ونازلتها الخمسة 16 وانازلتها لعشرين سنتيم يمكن لكم تديروها باش كي يجين كروازي كثير من هكا هنا كي مشتورة عندي طايا كبيرة هادي بحرطوا كفاني جيني هو هادا حيث عندها في الصدر تلاتة وثلاثين في الصدر بقاتلي عشره سنتيم ديه الكروازي سوف نخيط 10 سنتين كما نقوم بعمل منع الجهة الشمال ندوز لها الخياطة بشكل تشد وذلك الزوائد اللي يبقى لها خارجين تماما سوف نخيطهم هذا الفقانيرا لا كفانيش سوف نقص على الخضر كما تعرفون الكوبور سوف تكون فيها جوج متر ونص جوج متر وثلاثين جوج متر واربعين على حساب وهذا كان نقص على الخضر ب 11 سنتين هذا كشيانش ما كفانيش في الكمام وزدوا واحدة طريفات هادوكرا كيجيو من التحت ما كيجيوش باينين وخنزيدوهم بحالة ميلة كانتوا عندنا نقص يمكننا نزيدوهم ومو كيجيوش باينين كيجيو من تحت يدينة كيجيوش سوف نقص على المقص مو كيجيوش فقط سوف نحب المكتب كيف سوف نقص على كيجيوش سوف نقص على المقص يجب أن يجب عليكم سهلين ندوزهم السرجة السرجة وحتى الدورة للتركيز وعدت لسقوهم كي يجب عليكم سهلين هنا أرسقتهم بربعة بيهم القيطة بربعة دقة واحدة ضرورة تستعنوا بالبانقات سوف ندوز الخياطة ندوز سنتيم أو سنتيم منص لحساب الشيء يجب أن يجب أن يجب نحن نحاول أن نجد زرورة لن يجب أن يجب أن التواب أخذ هذا التوب خفيف هذا التوب الخياطية والتوب ان يجب أن تصابها كثيراً وعلى الجلال لن ي speed up ابتدر أجل الألوان انظروا الألوان التي يجبه وأنه يجب أن يجب أن يجب، أحد من الفوق يجب ان يكونوا سامبل في الجلابة او الى حتى في الكساوي كما اشتو المنطي الجناب ديال الكم كوطي نهبط معاه المنطي ينفخطر يجب ان يضيف المنطي يجب ان يكونوا ملاسقين يجب ان يكونوا ملاسقين يجب ان يفارقوا لها اضافة 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 كوطي اضافة 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 ونصف الطريقة هادي ندوز الثوب الآخر اللي غيكون عندي من الفوق هادي نحشي هاد الخضر في الوسط كما قدشوفو هادي الخياطة عند الخياطة الثوب 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 PANGA ندوز لهم السورجوش لن يتصيبون المصف لنولد المصف الثوب 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 نزيل لنضيفهم يسببك الكشكاشة. غادي ندير الغرزة غا نديرها فرق مربعة. وندوز بالخياطة حدا السورجي. خياطة اللولة. حيسا ندوز لها جوش خياطات. باش كتجيني ذاك الكشكاشة ساهلة. ندوز الخياطة حدا السورجي كما قلت لكم. وندر الغرزة فرق مربعة. نوسع الغرزة. صافي. هادي نعود لخياطة الثانية. نبعد على الخياطة اللولة بنص سانتي. ماشي بزاف. بنص سانتي ممكن نخلي بالخياطة والخياطة. سافو غا ندوز عود الخياطة الثانية. تنوصل لنقطة البداية. صافي كان نوصل فين بديت. وكان نحبس. قد الخياطاتهم الأحسن نتخليهم طوال شوية باش يجيكم مساهلين ما انت بغير تشدوهم. صافي كان شد الخياطة بجوج. كان شد واحد من هنا واحد من هنا. وكان نجبدهم. كان شد واحد من الخياطة اللولة. وهو واحد من الخياطة الثانية. وبقى كان نجبدهم هكا بجوج. وكان نحاول نوزع داك داك الكشكاشة ديالي ولا داك الفخونس. كان نحاول نوزحه مع الصايا الدورة كاملة ديال الصايا ولا ديال الجوبة. كما كتشوفوا لها تشكل. راني كان حاول نوزحها. ندورها كاملة. كان نفرقها باش ما كنجينش مجموعة في جهة وحدة. صافي ونسيت نجبد حتى كي وليلي فيها القياس بحال الدورة ديال الحزام. يبقى لي فيها ثلاثين. صافي دا بغا نقعد قادة نحزم لها داك الخياط. مش ما ديش يتحلوا اللي اللي نحزمهم ونقدها مع داك القطعة الفقانية نشوفها وش اه ولا اسبع قدها. صافي هنا را قد قد هادي نحشي الصايا في الوسط. ندير الوجه هند الوجه. صافي ونشد الخياطة ديال الكوطي مع الخياطة ديال الكوطي كما كتشوفوا مع الخياطة ديال الكوطي ديال القطعة الفقانية. نجيها الثانية كذلك. ندير البانقات. صافي دا بغا ندوز الخياطة. ندوز الخياطة مش جيها اللي عندي فيها الكشكاشة. ندك الجيها ديال ديال الصايا. باش كنشوف الخياطة باش ندوز ليبرا ندوز الخياطة ديال اللي درس في اللول والخياطة اللي درس في التالي. ندوز هبيناتهم باش كتجيني داك الخياطة ديال الكشكاشة كتجيني مزيانة. صافي هنا دورتها بالخياطة كاملة. راضي نقلب الكسوة ديالي. صافي كم ماشتو تجعلها تشكل هادا. دك اللي فخونس ديالي كي يجيو هكا كم موزعين على الدورة كاملة. ودك الخياطة اللي درت في الكشكاشة خياطة الثانية را را كنحيدها. هاداك اللي من الداخل كتبقى ولكن اللي بقات لي كتبان على برار را را كنحاول نحيدها كلها. طيقة تتحيد اصلا كتكون ديرها انتية في رقم ربعة الغرزة الكبيرة. را كتتحيد طغية. هنا هادا ندير ذاك الاسوارة ديالكو. كما شدتو هنا في الكمام را كنخلي واحد الفتحة ديال خمسة سانتيم. وقطعت واحد القطعة فيها ثلاثة سانتيم ديال العرض. والطور كديرو على حسب عشر سانتيم. على حسب الفتحة اللي خليته. وكنخيطها من الداخل. راني درسها في اللول الخضر اللي عندي من الداخل باش تجيبا هنا. كندورها بالخياطة كنحيدك الزوائد اللي عندي. وكنطوي كم مشتو كنطوي سانتيم اللول. نقول لين طوي سانتيم الثاني بحل اللي ها نخيط بحل اللي هتخيطو البي. كتجين فينيا كتخيطوها على الوجه مبرر كتجين فينيا من الداخل ومبرر. سافي وكنطوي هاك كاك على جوج. ونشد لها داك القنيت كان خيطة. غي واحدة سانتيم كان شد. وكان خيطة بش ما كي تبقى ليش محلول. كما شدو كتجي لها تشكل هادا. بنارة كان شدك القيط عاد بجوج. وكان دوز لهمتا. وكان دير لهم ذاك الكشكاشة. كان عقد مش جي هالخرب شما يتحليش الخيط. شما يتجبدليش. سافي وكان دير له الكشكاشة اهوة بحل اللي يدرت في الدورة ديال الحزام. بنصف الطريقة. كنخلي في ذاك الدورة ديال ديال لكم. كنخلي فيها واحدة لحداشل سانتيم. هدي لحزة بولتها يديها عامري. خليت حداش. اللي يدو ضعيفة ركي خلي عشرة ولا تسعة تسانتيم. سافي كنجيب ذاك الاسوارة كم مشتور كندوز لها الخياطة اللي ولا سانتيم. الجي هاللي فيها الفيزلي. وكان حطى الجي هالتانية كحط لوجه عند الوجه. وندوز لهذاك الخياطة. كنشد سانتيم ديالي تلخياطة وندوزه. نارا غادي ندير ذاك فتحات ديال صدايف. غادي ندير هما منفاصلين على على الاسوارة. لحسب الاسوارة عندي بقات لي فيها غا عشرين سانتيم. في الطول ديالها. وما كفاتنيش. تبرا ما كفانيش. ذاك شلازت انا ذاك فتحات ديال صدايف صوبت هما على هاتشكل هذا. راني كنش شارك سمعكم الطريقة كيفاش تديروا لهذا. 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 هاد الفتحات ديال صدايفاش كيفاش تخيطوهم. في واحد الكسوة. هنا رانسيس ما شاركتش معكم الطريقة كيفاش درت لهم. ولا كديروهم بدك بواحدة كيكون بحشك اللاستيك. كيكون خاص كيتبع كديروهم كيكونوا ديال ديال الازرار. انا هنا صوبتها من التوب صوبتو من دك التوب الخضر. نسافك نجي كنا نديرت الجيهة اللي عندي ما فيهاش الفيزلين. اللي بقى لدك السنتيم خارج. رك نديرها من الداخل. بقى نخيط اللوجه باش غادي نفيني بالجهة الثانية اللي فيها الفيزلين. هالطريقة ديال الاصورة نحطها بزاف معاكم في القانة. دي بغا تتعرف الطريقة بالتفصيل. ممكن لها ترجع الفيديو هات ديال الشوميزات وديال الكساوي. نحطها معاكم بزاف ديال المرات. كما اشتو دك الخياطة راني خيت هادك الزوائد رك يجيوني للوجه. ماشي الا من الداخل. وكان فيني بدك القطعة الثانية اللي عندي فيها الفيزلين اللي طويت في الأول. دي طويت سانتيم. كما اشتو عليها تشكل. سوف يكون دور معاها كامل بعبر سباطة. كما تشوفوا على هات شكل. كما تشوفوا على هات شكل هذا. سوف ندير تماجس ضيفات. هذه هي الطريقة دياله راه سهلة. هذه هي الكسوا ديالنا. أتمنى تكون أعجبكم الطريقة ديال الخياطة ديالها. وليه أجباته وما ينساش يخلينا جيم. ويدعمنا في القناة والسلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر